بسم الله الرحمن الرحيم تابع الوحدة الثالثة هنتكلم في نظام تكاليف الأوامر الانتاجية عن فروق تحميل التكاليف الصناعية الإضافية Under or Over Applied Overhead فروق التحميل المفهوم Under or Over Applied Overhead Concept تتحدد فروق التحميل من الفرق المتوقع بين التكاليف الصناعية الإضافية التي يتم تقدرها مقدما وتحملها على الأوامر الانتاجية والتكاليف الصناعية غير مباشرة التي تحدث فعلا في نهاية الفترة المحاسبية والتي كان من المفروض أن تحمل على الأوامر الانتاجية وتتحدد من خلال الآلاقة الرياضية التالية يبب علشان نحدد الفروق هنحدد حكتين التكاليف الصناعية الإضافية اللي هن نحملها هنقدرها والتكاليف الصناعية غير مباشرة اللي حدثت فعلا في نهاية السنة ونشوف الآلاقة الرياضية بتقول إيه؟ فروق تحميل التكاليف الصناعية الإضافية بتساوي التكاليف الصناعية الإضافية المحملة ناقص التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية تساوي هنمسك التكاليف الصناعية الإضافية المحملة دي ونقسمع إلى حكتين أساس التحميل الفعلي في معدل التحميل المحدد مقدما يبقى حصل ضرب أساس التحميل الفعلي في معدل التحميل المحدد مقدما يديني التكاليف الصناعية لاضافية المحملة. الشقة الثاني ناقص التكاليف الصناعية غير المواشرة اللي غالبا بتكون ايه معطاء اللي بتحدث في نهاية الفترة عشان كان يكون على الفعلية. لو حبينا نشوف فروق التحميل باللغة الانجليزية بنقول ان انضر اوبر ابل اوبرهيد دي اللي هي كمصطلح بيطلق عليه فروق التحميل للتكاليف الصناعية اللي اضافة المحملة بتساوي اللي هي التكاليف اضافية محملة نقص اللي هي تكاليف غير مباشرة فعلية ونكبر القانون بنفس مكان موجود بالعربي اللي هي بتنقسم الى حاجتين اللي هي مضروف في الريد الترمين اوبرهيد ريت اللي هي الاساس التحميل الفعلي الريد الترمين اوبرهيد ريت اللي هي معدل التحميل اللي هو المحدد مقدما طيب ناقص الاكوتشال اوفرهيد اللي هي غير مباشرة الفعلية طيب الاكوتشال بيسز بيكون اما دايركت ليبر اورز اللي هي ساعات عمل مباشر ساعات عمل مباشر او الماشين اورز اللي هي ساعات العمل الالي او دايركت ماتيريال كوست تكلفة مواد مباشرة او دايركت ليبر كوست تكلفة اجور مباشرة او برايم كوست اللي هي تكلفة اولية دا اللي هو الاكوتشال بيسز اللي هو اساس التحميل البيترمين اوفرهيدريت بيتحسب بالعلاقة الاتية البيترمين اوفرهيدريت اللي هو معدل التحميل محدد مقدما تحسب ازاي بجيت اوفرهيد كوستس اللي هي تكاليف اضافية مخططة او مقدرة على البجيتد بيسز اللي هو اساس التحميل المخطط او المقدر ناخد مثال اجزامبل صبوز ذات يعني افترض ان افترض ان وديك معطيات ديركت ليبر اورز 500 ساعة ساعات العمل المباشر دي اول معلومة معلومة التانية البيترمين اوفرهيدريت معدل التحميل المحدد مقدما معدل التحميل معطى بـ 20 ساعات يعني 20 ريال لكل ساعة التكاليف غير مباشرة فعالية كانت معطى بـ 11000 ساعات المطلوب ده اللي هو المطلوب هايزين نشوف الاندر اوفر ابلايد اوفرهيدريت ده يساوي يعني معدل التحميل لابد نجيب معدل التحميل ونضربه في اساس التحميل لتننضل مع بعض نطرح منهم نطرح منها ته غير مباشرة فعالية نشوف الكلام ده ازاي عشان نوصل لي الاندر اوفر ابلايد اوفرهيد اللي هو معدل التحميل اللي هو فروق التحميل بالزيادة او بالنقص نشوف solution اندر اور اوفر ابلايد اوفرهيد اللي هي فروق التحميل بالزيادة او بالنقص فروق التحميل اللي هي اندر بالنقص اور اوفر يعني بالزيادة بتساوي الابلايد اوفرهيد نقص الاكتوشال اوفرهيد طب حيساوي الاكتوشال بيسز مضروف في البريد ترمين اوفرهيد ريت نقص الاكتوشال اوفرهيد طب الاكتوشال بيسز اللي هو كان معطى بالخمسمية. اساس التحميل هو ساعة العمل. في البريد ترمين اوفرهيد اللي هو كان معطى بعشرين. حاصل ضربهم انطرح منه الاكوتشال اوفرهيد اللي كانت معطى التكاليف الصناعية الغير مباشرة الفعالية كانت معطى ب 11000. نصف فيها يطلع الرقم الى ده خمسمية في عشر بعشر تلاف ناقص الى 11000 تطلع الى 1000 س ا ار دي انضر ابلايد انضر ابلايد لانه يطلع هنا الرقم الى عشر تلاف ناقص الى 11 يطلع الرقم بالانضر يعني بالسالب. وصلنا الى احتمالات فروق التحميل. عند المقارنة بين التكاليف الصناعية الاضافية المحملة والتكاليف الصناعية غير المباشرة الفعالية قد يظهر احد الاحتمالات التالية. الاحتمال اول احتمال تاني احتمال تالت. في الاحتمال الاول ان تكون التكاليف المحملة تساوي التكلفة الفعالية. الاحتمال التاني ان التكلفة المحملة تكون اكبر من التكلفة الفعلية الاحتمال الثالث ان التكلفة المحملة تكون اقل من التكلفة الفعلية في الاحتمال الاول اللي التكلفة المحملة تساوي التكلفة الفعلية لا توجد فروق في الاحتمال الثاني اللي التكلفة المحملة اكبر من التكلفة الفعلية هتكون فيه فروق بالزيادة والفروق اللي بالزيادة بتكون طبيعتها دائنة تقفل أو تعالج في المدينة الاحتمال التالت اللي هي التكلفة المحملة أقل من التكلفة الفعلية هتكون الفروق هنا بالنقص والفروق اللي بالنقص بيكون طبيعتها مدينة الشيء اللي طبيعته مدينة تقفل أو تعالج في الدائن